اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم النهارة ده احنا مع صوت ملائكي وقصة مقرئة للقرآن وحافظها لكتاب الله من قرية دمالو مركز بنها بلد العلم والعلماء في محافظة القليوبية وخرج منها حافظة القرآن الكريم والمشايخ وعدد من المشايخ الكبار هي الشيخة سيدة علي شعلان 70 سنة من أشهر قراء القرآن في مجالس النساء ما هي من أثبتت أن صوت المرأة رحمة وليس عورة احنا معاها النهار ده هتحكي لنا قصتها هي وحافظها الشيخ يوسف خليل الداعية الإسلامي وقرأ القرآن والمبتهل هيحكو لنا قصتهم مع القرآن الشيخ سيد عبدو دهود امتقل إلى رحمة الله يقولي الأيتان وانا أقولهم مراه لحد ما يا ربنا آي كرمنا وحافظنا القرآن حافظت القرآن كامل حافظت كامل فأدي إياه حاجة سنتين سنتين يعني شفت سبحان العاطر وهان وانا سنة 15 15 سنة وعلى مدار العمر بتردد القرآن يعني زي أدمانت قراء ولهي أنا شفت في الرؤية اي اتنين يجو ما أخزم الكوزان الصافح دي كوزان المربعة دي مليان ميا ساقعة مسكون الاثنين وساقهولي تاني مرة اتنين برضو جوهم ادوني حقنة في كتفي هنا بقيت حاسة بالدوة وهو ماشي في صدري في صدري في كده لحد ما وصل الكتب التين ولما أجا نام وقايا يكون غايبة عندي يروح اتنين برضي يسمعولي في الرؤية تعريب انت شفت الرؤية دي امتى وانا بقرأ الختمة وانا بحفظ الختمة وانت بتحفظ الختمة وانت طفلة لسه شابة خمسطاشر سعي وهم بيجيو جيو يسمعولي كده في الرؤية يعني يعني مقايا تكون غايبة عني كده اللي اتنين يجيو يسمعولي اروح افضاء على سيد ايا ما عندهاش اولاد يعني انا ما عندهاش اولاد انا عندي هي القدادية اللي برا دي انا اهدفه وخلاص هي دي بس طيب بتعملي ايه يومك ازاي بتوحي الناس بتجيلك تقلهم ولا انت اللي بتوحي عندهم لا هما لما اخذها اما كده قالوا صوت المرأة عورة بتطلوا الحريم التسجيل اللي بتقرأ بتقرأ في مجلس النساء بتوحي في مجلس الحايم بس طيب هما قالوا بقى التسجيل بتقرأ خلاص يعني هااة بتطلوا الحاجات دي طب قبل ما يبطلوها كنا بنقرأ كنت بتقل ايه فين يعني ما واحد يتوقفها بناروح نقرأ عند النساء الحريم يعني نحن برضو يا ما غيرتش مجلسه وكله عند الحريم كله عند النساء اه قمنيا اللي نتمنهنا تزور حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عليك أفضل شكرا